على الجدران بتاعت الشرايين لو تخيلنا ان الشريان ده عبارة عن مجرى للدم لتوصيل الاكسوجين وتوصيل الغذاء لعضة القلب زي ما تفضلت حدث فالمجرى ده لازم يبقى فاضي ويوصل للدم الدهون المضرة بتترسب على جدران الشرايين تؤدي الى ضيق تدريجي لمجرى الدم الى ان قد يحدث انسداد كامل سواء انسداد حد فبنسميها الازمات القلبية الحد او انسداد بالتدريج يؤدي الى الازمات القلبية المزمنة والألم في الصدر مع المجهود او الحركة دكتور شو الاشياء اللي تؤدي الى انسداد القلب وغير اللي خننجل الدهون الاشياء دي بنسميها اجمالا عوامل الخطورة وخطورة للتصلب الشرايين او خطورة لانسداد الشرايين اهمها واولها طبعا التدخين التدخين سواء الايجابي او التدخين السلبي قلة الحركة وعدم ممالسة الرياضة العوامل اللي هي الامراض اللي احنا بتؤدي في الاخر لتصلب الشرايين زي ارتفاع ضغط الدم ارتفاع السكر في الدم الغذاء الغير صحيح كل دي بنسميها عوامل خطورة منها زي معاك تفضلت كده هي فيه حاجات نقدر نغيرها زي العادات الخطئة وفيه حاجات نقدرش نغيرها زي ان الشخص يبقى ذكر الذكور المعارضين اكتر للاصابة من الناس الى حد العمر معين والامراض اللي احنا نقدر بمجنة تجنبهاش نقدر نعالجها هل هو من الحب دكتور؟ لا الحب ممكن يسلك الشرايين طيب دكتور هل العوامل النفسية ايضا خلنا نقول ان الشخص ممكن يكون رياضي وغذاء سليم وكذا هل العوامل النفسية والضغوط خلنا نقول اليومية اللي يواجهونها معظم الناس ممكن تؤدي الانسداد الشرايين؟ دي احد عوامل الخطورة طبعا الوجود الضغط العصب المستمر ده احد عوامل الخطورة وده يمكن اللي خلل معدلات الاصابة او احد العوامل اللي تسببت ان معدلات الاصابة بقت في اعمار صغيرة زمان ما كناش نسمع عن تصالبات الشرايين والامراض القلبية غير في الاعمار الفوق الـ 65-70-80 دلوقتي ممكن تسمع على شباب صغيرين بيجي لهم في الاربعينات واوائل الخمسيات بيجي لهم تصالب الشرايين واحد العوامل المؤدية لده هي الضغوط العصبية لانها بتتسبب في افراز هرمونات كتير بتؤثر على البطانة المغلفة لجدران او اللي بتحمي جدران الشرايين من الداخل فاتسرع مع العوامل الاخرى بخاصة العوامل الجينية او الاستعداد الوراثي لتصالب الشرايين انها تسبب انسداد الشرايين بتكلم دكتور أبقى عقب على هذا الموضوع موضوع الاستعداد الوراثي خلنا نقول هل يعني خلنا نقول اذا فيه في العائلة تاريخ اصابة تصلب الشرايين او انسداد الشرايين او غيرها كم النسبة ان ينقل هذا الى الجيل اللي بعدها؟ بصحك هي الجينات بتنتقل الى الجيل الحالي الجينات دي مش بالضرورة انها تنشط في كل الجيل الجديد انما عندنا زي ما قلناك ده في عوامل الخضورة ممكن تعمل تنشيط للجين فبالتالي يظهر او ما يظهرش وممكن تعمله تنشيط سريع فيظهر في سن صغير او تنشيط بطيء فيظهر في سن كبير فمعظم اللي عندهم الوالد او الوالدة فيهم فرع من العائلة عنده هذا المرض او مرض تصالب الشرايين فهو بالتالي معرض لانه يكون حامل لهذه الجينات اللي تسبب امراض الشرايين فلابد كمان انه ده يكون عنده اكبر قدر من الحيطة اكبر من اللي حتى ما عندوش هذا التاريخ المرضي في العائلة